بعدما يقرب من خمسة أعوام على اندلاع شرارة تظاهرات ثورة تشيرين عام 2019 لا تزال الأوضاع السياسية في العراق تراوح مكانها دون أي مؤشرات على تغيير حقيقي يلبي طموحات الشعب العراقي في بناء وطن على أسس الحرية والعدل والثنمية وحقوق الإنسان وبحسب دراسة نشرها مؤخرا معهد كلينغدايل الأوروبي فإن مواقف الأحزاب والنخب السياسية في العراق إزاء ثورة تشيرين تراوحت بين الاستقطاب والقمع برغم اعتراف تلك الأحزاب والنخب بضرورة التغيير ولذلك ترجح دراسة المعهد الأوروبي أن التغيير الحقيقي لا يزال صعبا في العراق في ظل سيطرة الأحزاب والنخب السياسية والميليشياوية على مقاليد الحكم في البلاد فعلى الرغم من أن ثورة تشيرين كان لها تأثير فوري على السياسة العراقية إلا أن هذا التأثير لم يكن تأثيرا مستداما إذ انقلبت الكتل السياسية على التعديلات التشريعية التي اكتسبها المحتجون بتظاهراتهم لا سيما قانون الانتخابات الذي ألغي تعديله بعد هدوء التظاهرات ليحكمى نظام المحاصصة الطائفية قبضته على البلاد عبر التسويات والسفقات السياسية بين المنتفعين سياسيا وماديا بينما كان القمع العنيف والقتل والاعتقالات الجزاء للثوار على مطالباتهم بالإصلاح بيد أن ثورة تشيرين أثبتت رغم كل ما واجهته من عنة أن للشارع العراقي قوة لا يستهان بها إذا تواصلت الحركة الاحتجاجية وتصاعدت فعالياتها وتتابعت موجاتها بفعل تنامي الغضب الشعبي إزاء الفساد السياسي وعمليات النهب المنظم لمقدرات العراق والفشل في تحقيق أي مكسب حقيقي للشعب العراقي